برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين نعرفها لحضراتكم مبارح حسن كل المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم الموقف النهائي بقى المتعلق به تطبيق دوري المحترفين ابتداء من الموسم الجاري الكلام ده حصل خلال اجتماع مشترك مع عدد من ممثلي أندية القسم الثاني كان فيه قعدة مطولة ويقرر اتحاد الكرة تطبيق دوري المحترفين ابتداء من الموسم الجاري اللي حينطلق مع بداية سبتمبر وبالمناسبة حيضم عشرين فريق حيصعد منه فريقين للدوري الممتاز وينضمله التلاتة الهبطين من الممتاز فيما يتكون من دوري القسم الثاني من ثلاث مجموعات حيصعد منه فريق للدوري الممتاز ويتأهل من كل مجموعة فريقين لدوري المحترفين ويهبط فريقين مع نهاية الموسم كمان تم الاتفاق على تخصيص نصف عوائد الرعاية والتسويق الخاصة ببطول الدوري المحترفين لأندية القسم الثاني به ويكون النصف الآخر لأندية دوري المحترفين فدي آخر التطورات في هذا الملف بس مبارح كان فيه كلام كتير وردود أفعال مختلفة ومتضربة حول الجديد اللي أنت بتقول عليه وهذا الخبر لأن الناس قالت أن ده سيستم ليس الأفضل تماما وحيدور بعض الأندية وبعض الآخر قالك طب أنا ليه أصلا أعمل حاجة زي كده ما أنا ممكن بعد كده يعني لو فصت خلاص أصعد على طول إلي وديني خليني عدى لدوري المحترفين يعني ردود أفعال اختلفت فيه معه وفيه ضد لكن ده الوضع ودي المعلومات اللي حد دلاتي وصلت يعني هنتابع أكيد هذا الملف وقال فعلا هي تجربة حتكون نكحة ولا لأ قرارات نكحة ولا لأ عشان كده عارفة يا نهواند ودنوطة بيه عندك حق فيها فعلا فكرة أن بعد أي قرار بصدد التطبيق في المرحلة اللي بعدها لازم يكون فيه مؤتمر صحفي للتوضيح للشرح للإجابة على أي تساؤلات الناس كتير هتبع عندها نفس السؤال اللي انت سألتين مثلا أو نفس التحفزات اللي انت قلتين فوارد طبعا ده حصل فعلا على كل حال هنتابع طبعا الملفة بغاية الأهمية وحابين احنا نعرف تفاصيل وردود الأفعال المختلفة والردود على ردود الأفعال أكيد ترجمة نانسي قنقر